موضوع الجدول ده عشان بيحصل في حكتين. ايبه انا بقول لك بقى يعني ايه عثرت السنين. بيحصل في حكتين. يا اما بتعملي جدول تمام? على التلاتين يوم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وستة سجد. اديت الصلاوات. معا بعد الصلاة دوت ادي كده الف مسلا تسبيح. وبعد الصلاة دوت كراءت مسلا جزء من القرآن. يبقى انا عندي الف تسبيح وكراءت جزء من القرآن. وكراءت مسلا حتة مسلا من التفسير الفلاني او سمع درس مسلا ربع سعوة هكذا وهاكذا فبتبقى مثلا ايه? على الاقل الحصيلة خمس تلاف ذكر في اليوم. مع القيامة يبقى ست تلاف. ولو زودت عليهم الاربعة كمان يبقى تسعة تلاف. تمام? ادي كده خلصنا. ادي القرآن. انا حفظت تلات ايات وعملت تتدبره بتاعه. مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش عارفة حصيلة الاسبوع مثلا تبقى او حصيلة الشهر هتبقى مثلا جزء او جزء ايه? الفكرة في كل الامور ديت. ارفع سقف التوقعات فتيجي تنتكسي فديقس. اول انك تمشي على حاجة بسيطة فبرضو تبقى ماشي على ردم وتقول كان ممكن ابقى اكتر. فانت ما بين الجدوى اللي بتعمل ما بينت يعني الافراط قوي 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 ويرفع السقف التوقعات ولا ايه? وما بين لأ خلاصه ويقسمني. لا. مش عايزين نيقس يعني انا اعرف ما لا يدرك كله لا يدرك كله. عدى يوم مسلا متعبتي. وما ادربتيش تخلصي وردك والجدوى اللي انت عاملها. يا مسلا في واحدة مسلا بتقول انا حتى دورة في اليوم الفلاني هعملها. انا حتى مسلا في مع الاسبوع في في ثلاث اسباح هخلص دورة كزا وبتدي دورة كزا. وحطي مسلا هخلص مسلا الامر كده اه المدخل مسلا صلفق او مسلا اه المدخل في مصطلح الحديث مسلا اللي هي الاول بابين السهلين دول. فتبقى حطة لنفسها رتم عادة كده. فابتاخده تاني يوم. طيب ما قدرتش اخده تاني يوم عشان الاعباء. طيب انا المفروض كنت بنام اربع ساعات او ست ساعات مسلا لو الناس اللي بتنام بقى يعني. فبذل ما هيبقى مسلا ستة هيبقى اربعة وخلي الساعتين دول كزا. وبعدين تاني يوم هيبقى خمس ساعات. فانا اليوم الساعة دي عوضتها. وتاني يوم هترجع تاني ستة ساعة. نعم. حساب العقل لان العقل ذات نفسه اه اه جاهل ما بيفرقش ما بين الحقيقة والخيال. فاللالة بحطه فيه وبقولهوله وبخلع له وبيصدقه. بس اهم حاجة ان احنا ذات نفسك ما تيقسيش من نفسك. لكن في لازم جد طبعا. لازم جد عشان اعرف انا فين واعرف اقيم نفسي ايه اللي ضع مني الاسبوع ده او ايه اللي ضع مني اليوم دوت واستد كل اتاني يوم ابقى الاسبوع اللي بعد. يعني واحدة من الناس بقى route كل اثبور. لما يعني خلاس بقيت بقى كده. لكن مسح ناس لسه بدء وبنصح كل البنات. لا خلي ن ŭدوي يوم. ما تخليش كل اثبوع دول الناس اللي بقى لهم سنين. ديتبقى عارفة وفهمة مساست嘛 حياتها والدنيا وما هكذا. لكن انا لسه بادية لا خليها كل يوم و معيور انجاز كل يوم واللي خلق اجيب اليوم اللي بعد. اللي كزه حطه في المهم قسموا 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 et الدنيا سهل. ده ادارة. ايه بالامر التاني باركلي في الوقت يا رب. باركلي في الوقت يعني مسلا قولي مسلا الجزء مسلا بياخد بياخد كام الجزء مسلا قولي هياخد مسلا ادي ساعة لعشر دقايق. تمام? وبعدين اه هاخد معا مسلا اه قولي ربع ساعة ولا تلت ساعة ذكر وبعدين هاخد معا اه سماع درس او اه تلخيص مسلا محضرة معينة او تلخيص باب من الابواب. يعني معاك ساعتين. معاك ساعتين. قولي مسلا ادي الظهر ودي العصر لان كده كده انت يا ام هتعملي بعض العصر. ساعة ساعتين ودي ساعة قولي ادي اكلها هيتبقى لك نص ساعة. هعودها قبل المغاية. هو كده. فبتتقسم شوية حتى انت دماغك بيجيب لانك انت دماغك متقسمة على الامر. فنصيحتي البنات يخلي الجدوى اليومي يعني حتى هدف للشهر ومستهدف بس طب عدت هتخليها يومي لو انت لسه اول مرة تمشي في موضوع جدوى الرمضان دي. نعم.